السلام عليكم سيادين في هذا الفيديو سوف نوضح لكم واحدة نقطة مهمة لا يجب أن ننسى بأن الحوتة والسماكة رائحة حيوان وفي الدين نقول لك رأفة من حيوان نحن كنا نرى عليها في الفيزة وما يدخل فيها الفليشة أعرف بأنها ستحس لا يجب أن ترأف بها ستحس ويجب أن ترأف بها نحن كنا نحكمها لذلك الذي يحكمها يبدأ يتصور بها ويبدأ يزوخ بها وما زالت تتخبط يجب أن تكملها ويجب أن تضرب لها المختحة وبعد هذا الفيديو سوف نرى حوت كيف كانوا يعدبوا فيه بعد هذا الفيديو سوف نرى هذا الصيد ويجب أن تضرب حوت كبيرة ما شاء الله سوف نرى ما يجبت فيها وقاسها للعين سوف نرى الغار كبير كما تلاحظت سوف نرى المنطقة لا يزانة وان وهو مجرد فيها والدخول يعنى حوتا يجب أن تأشع أصبح عين وقاسها كيف ينظر من حول أن يصمر حفقة على الصحة يجب أن يصمر بداية فليست وغير ليس لك لا يمكن أن يكمل حيونا يجب ان تحكم حوتها المرة الجائية ان شاء الله يجب ان ترميز الاختائه وتدخل لها الموس من تحت او اذا احكمت حوتها صغيرة أغلقها لعد كرة تحت القنق وضعت الاختائه ثم يصورها كما اريد يوجد حجح فيها او كبيرة تجبد الموس وضعتها إلى الأن وضع على الموس وضعت الخياتات دخل الموس تحتوي ان يوصل للمخ او من فوق لا يوجد شغير التيري وتعاود وضرب الموس لا يوجد شغيره وفي ديننا يقول لك رأفة بالحياة ننسى ونحن فرحانين بذلك الحوتة وننسى بذلك الحوتة تتعذب مسكينه هذه النقطة يجب ان نتبهوا لها بك وبارك الله فيكم